السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير جبتلكم النهاردة فيديو جميل جدا هنعمل مع بعض الكوروسون باسهل طريقة بدون تعب بدون مكهوت وكمان هنا في نص ساعة بس هتحضر وصفة جميلة جدا زي الكوروسون كان بتاخد معنا وقت طويل هنحضروا مع بعض بكل سهولة وكمان هنا طريقته سهلة جدا قبل ما نبدأ ونشوف ما ده وصفتنا اتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك في القناة وده طبعا من خلال ضغط حضراتكم على علامة الاشتراك اسفل الفيديو ما تنسوش تفعيل الجرس على الكل عشان وصلوكم كل جديد ولو بتشوفونا الاول مرة اعملوا جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم من قد مجموعة مختلفة من الوصفات والحلويات الى الجانب اهم الاخبار المتدولة على السوشيال ميديا ومجموعة متنوعة من الفيديوهات اللي بإذن الله هتعجبكم يلا بنا على طول نسام الله ونصلي على الحبيب المستقر ونشوط ما ادي وصفتنا الكروسون زي ما احنا شايفين مورق من جوه وهاشو خفيف وحيات الاعتار معاك بالطريقة دي يلا على طول نشوف هنعمل ايه في البداية زي ما احنا شايفين جبنا نص كيلو من الدقيق يعني مقدار ثلاث كبيات ونص حطيت عليهم شوية من الملح ضفت كمان هنا زي ما احنا شايفين مقدار بيضة واحدة هنا هستعمل الخميرة وهنا هستعمل الخميرة الفورية لو عنديك خميرة عادية الاول جتحطيها على النص كوباية من المية ضافية بعد كده العدافة اللي حطيتها دلوقتي مع بعض زي ما احنا شايفين حطيت معلقتين كوبار من اللبن المجفف او اللبن البوضف بتديك نتيجة افضل في الوصفة بعد كده حطيت معلقة من الصكر لو انتحب Niagaraside أنا هنا طبعا عينه حابش عاب super agile انا ما بحبش سكرياتية ليامي على الوصفات لو انتحب admisacre ديف كمان معلقتين على المعلقة يعني ضيفي 3 معالق من الصكر خلطت كل المأدير دي كلها مع بعضها بالشكل ده الإضافة اللي حضيفها بعد كده زي ما احنا شايفين ضفت 3 معالق من الزيت هنا مأدير سهلة جدا والكباسون بتاعنا احنا نعمله بأسهل طريقة ليه وكمان هنا بدون اختمار في البداية زي ما حنشوف قلطت كل المأدير كلها مع بعضها بالشكل ده بعد كده حتدي اضيف المياه بالتدريج هنا مش هياخد معانا مياه ياما احنا حاطين هنا 3 كبايات ونص من الدقيق ضفت اول كباية من المياه الكباية التانية حضيفها بالتدريج ومش هستعملها كلها يعني المقدور هياخد معايا حوالي كباية ونص من الدقيق زي ما احنا شايفين ضفت اول كباية وده مقتها كويس وتاني كباية ابتضيت اضيف منها بالتدريج بالشكل ده مع طبعا استمرار العجن زي ما احنا شايفين لو نلاحظ طبعا العجينة لسه متماسكة معانا ضفت كمان شوية من المياه وهنا انا حبتدي بقى اعجن العجينة كويس لحد موصل القوامل اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض اعجن العجين كويس عشان يديك نتيجة افضل وما يتقطعش معاك طبعا هنا وصفتنا الكروسون الوصفات اللي احنا محتدين عليها ويه طبعا اللي مجربها قبل كده بيخمروا الاول قبل ما يشتغلوا فيه وصفتنا النهار ده هنشتغل فيه على طول بدون اختمار هيديك نتيجة افضل وحتشوفي دلوقتي نتيجة قد ايه جميلة احنا دلوقتي طبعا عجلنا العجينة وهنا هسيبها دقيقتين بس يا دوبك بس هقطع معاك من الزبدة ويه طبعا هنشوف هنعمل فيها ايه هجيب هنا نص قلب من الزبدة وهنا مقداره ربع كيلو من الزبدة يعني نص كيلو دقيق هناخد عليها ربع كيلو من الزبدة هقطع الزبدة بشكل مربع بالشكل ده وهسحطها على كيس من اكياس الاكل وهبتدي اسويها عشان ما حطها طبعا فيه داخل وصفتنا ما يتقطعش معانا وطبعا تبقى كلها قطع واحدة هساوي الزبدة هقفل الكيس عليها بالشكل ده وبوسط تنشافة بتاعتك وهنبتدي هنا نضغط عليها عشان نسويها نخليها كلها قطع واحدة الزبدة بتاعتنا طلع من التلاجة مش طلع من الفريزر يعني مش متماسكة جامل طلع من الفريزر لو طلع من الفريزر هتقطع معاك العجين زي ما قلنا دلوقتي هنا في وصفتنا اهم حاجة كمان في الوصفة ان انت تعملي الوصفة بتاعتك في جو بارد ما تكونيش مش شغال جنب كتب تجاز او ما يكونش جو حر عندك عشان طبعا يديك نتيجة افضل زي ما احنا شايفين هنا ابتديت اساوي الزبدة بالشكل ده في وصفتنا زي ما احنا شايفين ابتديت اساوي الزبدة عشان اخليها قطع واحدة وبعد كده حطها جوه العجين وحنشوف حنعمل فيها ايه بعد ما فردنا الزبدة بالشكل ده هنبتدي بقى نجيب العجين بتاعنا ونشتغل فيه على طول يعني العجين بتاعنا زي ما قلنا مش هنسيبه يخمر هنشتغل فيه على طول وحتشوف النتيجة النتيجة ممتازة جدا زي ما هنشوفها دلوقتي مع بعض حفد العجين والعجين بتاعنا يكون سميك ما يكونش فيع عشان طبعا يستحمل الزبدة ويستحمل الفرد اللي احنا هنستخدمه دلوقتي مع بعض حفد العجين وحنشوف دلوقتي السمك اللي احنا محتاجينه وطبعا الخطوة المهمة في وصفتنا هنا زي ما قلنا في البداية مش منسيب العجين بتاعنا يخمر تاني حاجة المطبخ بتاعك يكون بارد ما تكونيش مشغلة البتجاز ولا حاجة عشان طبعا الزبدة بتاعتك ما تسحش وتعملك مشكلة فبدنا العجين بالصوم كده وبعد كده هجيب بقى الزبدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين هحطها في نص العجين وهبتدي اطويها عليها على شكل بوكت كده وطبعا هنا هنبتدي نشاكل العجين زي ما احنا شايفين هنا دخلنا الزبدة فيه داخل العجين وبعد كده هنبتدي نقفل العجين على شكل بوكت وهنبتدي نفد العجين مرة تانية طبعا هنا اللي شايف الوصفات على اليوتيوب او على اي موقع طبعا اللي بيشوف الوصفات اللي بيشوف الوصفة ديت بيحطوا الوصفة بعد ما يحط الزبدة فيها وبعد كل تانية بيحطها في التلاجة حوالي نص ساعة وفيه ناس بتسيبها اطول من كده الفكرة ديت هي اسهل فكرة لعمل وصفتنا وزي ما قلنا عملية عدم اختمار العجين بيساعدك جدا فيه نجاح العجين وفيه نجاح الوصفة بتاعتك زي ما شفنا حطينا زبدة فيه في العجين بتاعنا اول مرة ابتدينا نفد على طول تاني ففدة بالشكل ده ما تضغطيش جامد على العجين يعني طبعا افريدي ما تفديش جامد بتتكيش جامد على العجين عشان الزبدة بتطلحش من العجين فردنا بالشكل ده تاني ففدة زي ما احنا شايفين كده فردنا بالشكل ده وبعد كده هبتدي اقفلها مرة تانية هبتدي اقفلها بالشكل ده من الناحية التانية وهنا هقفلها كويس وهبتدي اقفلها المرة التانية زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض هبتدي اقفلها كويس وهبتدي اقفلها هحط شوية من الدقيق وحفض على طول انا مش هحطها في التلاجة ولا حاجة هنبص هنا في المرة الثالثة حسيت هنا ان العجينة بتادي تسخن معايا يدوبك بس حطتها في الفريزة في عشر دقيق يعني كمان اقل من عشر دقيق عاوز اقولكم يعني خمس دقيق بالكتير في الفريزة وحطتها انا فردت الفردة التانية وبعد كده زي ما احنا شايفين فردتها وقفلتها زي ما احنا شايفين دلوقتي حسيت هنا ان الزبدة بتادي تسخن معايا بيجي الشكل ده حطتها فيه كيسة من اكياس الاكل ويدوبك بس في الفريزة ومسوش هتكمل عشر دقيق اقل من عشر دقيق داخل الفريزة وحنفردتها الفردة التانية زي ما حنشوف انا دلوقتي خدتها حطتها في الفريزة وهنا بعد عشر دقيق بس من بعد ما حطناها في الفريزة هحط عليها دلوقتي هنشوف دلوقتي النتيجة هحط عليها شوية من الدقيق وهنا حفيتها المرة التالتة زي ما احنا شايفين العجينة بتاعتنا متبسكة الزبدة ما طلعتش مننا في العجين اتحكينا طبعا في درجة حرفة الزبدة عشان طبعا هنا اهم حاجة الزبدة بتاعتك تكون بفضع عشان ما تطلعش من العجين بتاعك زي ما احنا شايفين حفيتها هنا على شكل مستطيل ويحطويها ويحطنيها للتانية اخر تانية بقى ويحنفيتها اخر مرة زي ما حنشوف دلوقتي مع بعض هنا زي ما احنا شايفين العجين احنا متحكمين فيها وطبعا زي ما قلنا اهم حاجة المطبخ بتاعك يكون بارد انا باكد على النقطة دي لان النقطة دي اهم حاجة في عمل الكروسو او عمل الملتر انا هنا فردت هنا الففدة التالتة تانيتها بالشكل ده وقفلتها هحطها في التلاجة كمان عشر دقايق كمان ودي هتكون اخر حاجة طبعا مش هسيبها نص ساعة طبعا زي ما كنا كل الوصفات بتعملها يدوب بس عشر دقايق في الفريزر وحنشوف دلوقتي النتيجة قفلتها ويحنطلحها دلوقتي دي بعد عشر دقايق بعد ما حطيتها في الفريزر هنا زي ما احنا شايفين حفرتها اخر مرة حطيت عليها طبعا دي اخر ففدة حطيت عليها شوية من دقيق وحفرتها ويحقفلها وحنشوف دلوقتي التشكيل بتاعها زي ما احنا شايفين عجنتنا طبعا متماسكة جدا وكمان هنا الزبنة مطلعتش معانا لان منعمل كل الخطوات صحة حفتها كويس بالشكل ده وهنا هقفلها بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها الخطوات اللي فاتت زي ما احنا شايفين دلوقتي دي اخر ففدة للعجين بتاعنا وهنا انا حفده كويس وطبعا نفس الخطوات اللي عملناها فيه الخطوات القابلة كده هنعملها في اخر خطوة ولو نلاحظ طبعا العجينة بتاعتنا ممتازة ولو نلاحظ كمان الزبدة بتاعتنا ما طلعتش من العجين لان موفر الله كله عناصر النجاح اللي هي طبعا زي ما قلنا في البداية احنا اشتغلنا فيه العجين بتاعنا على طول بدون اختمار كمان تاني حاجة ان المطبخ بتاعنا سائع مفوش ولا مفوش سخونية فهنا الزبدة بتاعتك مش هتسيح من العجين بتاعنا وحتطلع الوصفة معيك ممتازة زي ما حنشوف دلوقتي فتو كويس وقفلتو على شكل بوكت بالشكل ده وهنا هنبددنشكلو على طول زي ما احنا شايفين هاخد العجين بتاعي وحقسمو نصين ودلوقتي هنشوف بقى التوريق من جوة وحنشوف طبعا شكل العجينة وشكل الطبقات معنا زي ما احنا شايفين دلوقتي زي ما احنا شايفين أيضة الطبقات بتاعتنا من الداخل طبقات طبعا كلها مراءة بالشكل ده وطبعا بين على العجين طبعا قبل ما نحطه في الفرن وهنشوف دلوقتي الجزء التاني نفس الكلام العجين بتاعنا مورق جدا والطبقات باينة فيه زي ما احنا شايفين الجزء اللي مش هنشتغل فيه هحطه فيه اكياس الاكل وهي هحطه في التلاجة شوية لحد ما هخلص اول جزء طبعا عشان هنا الزبتة بتاعتنا مساحش هاخد اول جزء وهي هحط شوية من الدقيق وهي هبتدي افرده على شكل مستطيل زي ما هنشوف دلوقتي الحجم اللي احنا محتاجينه والسمك طبعا الحجم انتي المتحكمة فيه طبعا عايزة صغيرة وعايزة كبيرة ده طبعا يرجع لحضرتك ولكن طبعا هنا لو هنشوف طبعا انا هبتدي افرده على شكل مستطيل كبير وكمان هنا هشكله على شكل وحدات كبيرة زي ما هنشوف الحجم اللي احنا محتاجينه دلوقتي حطيت شوية من الدقيق وهبتدي افرد العجين على شكل مستطيل وطبعا هنا العجين بتاعتنا بتبقى ساميكا جامد بتبقى سمكها متوسط زي ما حنشوف قادي هنا العجين بتاعنا وقادي سمكها زي ما احنا شايفين دلوقتي حبتدي اشكله ممكن طبعا لو انت حابة العجين الوصفة بتاعتك تكون زغيرة شوية ممكن تقسيمي العجين ده بالعرض ليه جزئين وبعد كده تقطعي مسلسات انا الحقيقة حبيت هنا اعمل وصفتي بالطول بالشكل ده حبيت عملها كلها بنفس الحجم وحنشوف شكلها وحنشوف حجمها لقيت الحقيقة جميلة جدا جرببوها وباذن الله هتعجبكم انا الحقيقة هو وصفتنا هنا انا محشتهاش اي حشوات لو انت حابة تحشيها شوكولاتة ممكن تحشيها انا لفتها على طول محشتهاش اي حشوات طبعا هنا انا عملاها سادر نهاردة لو انت حابة طبعا تضيفي له اي حشوات شوكولاتة او اي حشوات بعد ما يطلع من الفرن ضيفي له الحشوات طبعا اللي انت حباها زي ما احنا شايفين دلوقتي انا هنبتدي نفتح فتحه من تحت بالشكل دة وهنبتدي نلفه زي ما احنا شايفين انا الحقيقة Argentina طبعا لسه ناقصة اخطمار احنا طبعا هنحطها دلوقتي تخمر انا الاول هلف كل المقدار اللي عندي بنفس الشكل دة بنفس الشكل هنلفه بنفس الطريقة وهنا هنفتح فتحه من تحت وبعد كده هنلف العجيم بنفس الشكل زي ما قلت لو انت حبته السمك بتاعه صغير طبعا هنا لو لاحظ دي واحدة كبيرة حنشوف شكلها دلوقتي بجد شكلها جميل لو جربتوها كمان بالحجم دي بالحجم اللي هتشوفو دلوقتي هيعجبكم جدا كمان هنا لو حابة تحطي اي حشوات زي ما قلتلك ممكن طبعا لو انت حابة تضيفي شوكولاتة بعد ما تطلعين الفرن عن طريق اللي هي البلبلر وفيها هتحطي قمع فيه شوكولاتة وبعد كده طبعا هاتحشيه زي ما منحشي الدونالس بالزبط هنتدي نلفه هنا بنفس الشكل وبعد كده حرصه على صنية الفرن وبعد كده طبعا هنشوف هنعمل فيه ايه هنا ابتدت هنا اعرض للاعرض المساحة شوية عشان تدينا على شكل الكوروسون بتاعنا ادي هنا وصفتنا زي ما احنا شايفين هنا دي الكبيرة اللي احنا شايفين هعوديكم حاجمها لما تستيوي دلوقتي قدي ايه شكلها جميل جدا والوصفة نكحة معانا هاخد بقى كل العجين بتاعنا وهي هنا حدهن صنية الفرن بيه الزيت عشان ما يتزقش معانا وبعد كده حرصه على صنية الفرن الخطوة المهمة بقى اللي بقولكم عليها دلوقتي ان احنا هنسيبه يفتاح وحنسيبه يخمر كويس وليه حد ما يتضاعف حجمه وحنشوف دلوقتي الحجم اللي احنا محتاجين زي ما احنا شايفين دلوقتي بعد بحطتها على صنية الفرن هجيب بعد كده مقدار بيضة وهنا البيضة بتاعاتنا هحط عليها معلاتين من اللبن وحضيف عليها كمان اضافة تالتة وهي معلقة من اللبن المجفف أو اللبن البودر اللبن البودر هيديك نتيجة كويسة جدا في الوصفة وهيديك نتيجة كويسة جدا في على وش العجين بتاعنا هبتدي اخفق الخليط كله مع بعضه بالشكل ده هخفقه كويس وبعد كده هنتهم بقى الكورسون بتاعنا دي طبعا احنا نتهنه مرة تين اول دهنة دلوقتي بعد مخلصنا التشكيل وبعد كده حاسيبه يخمر حوالي ربع ساعة من ربع ساعة ثلث ساعة حاسيبه شوية من ربع ساعة تلت ساعة لحد ما يتضاعف حجمه. هاتهن كل الكمية وش كل الكمية وحشوف دلوقتي حجمه بعد ما يتضاعف وحاتهنه مرة تانية قبل ما دخل الفرن مباشرة. ادي هنا وصفتنا خلاص دهالنا اول جزء تاني زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا لو نلاحظ طبعا بعد حوالي عشر دقايق هنا حجمه تضاعف بالشكل ده هاتهنه مرة تانية وحسيبه كمان عشر دقايق كمان آآ قبل ما ندخله في الفرن. طبعا احنا دلوقتي انا هاتهنه مرة تانية وحولع الفرن قبلها بعشر دقايق وبعد كده هحطه في الفرن. ادي وصفتنا وهي داخل الفرن. انا حبيت طبعا تشوفوا شكلها وهي جوه الفرن زي لو نلاحظ طبعا حجم متضاعف جدا. وهي هنا زي ما احنا شايفين خلاص مقربين نطلعوا من الفرن زي ما احنا شايفين الوصفة جميلة جدا وعايز اقول لكم لونه جميل وخفيف جدا وهي هنا الوصفة لما اتجرب بيها بالطريقة دي بازن الله هتعجبك. وده زي ما احنا شايفين دلوقتي اللي هي الكبيرة اللي انا قلتلكم عليها زي ما احنا شايفين حجمها حل وخفيفة جدا. انا عايز اقول لكم مش هتحيسي ان انت شايلها اي حاجة في اديكي. وهي الوصفة موراقة من جوه والنتيجة هتفضيكي جدا لما اتجرب بيها. ادي وصفتنا بقى حنشوف دلوقتي طبق التقديم وحنشوفها دلوقتي زي حنشوفها دلوقتي لما اضطحها مع بعض. لو حابة بقى تحشيها اي حشوات انت حابة تحشيها. لو حابة تدخلي جواه شوكولاتة. هنا يحشيها زي الدونالتس بالزبط. حطي الشوكولاتة في امع. انا جربت انا عملت ده الفيديو ده سادة وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية مع انا طبعا هنا في الوصفة بتاعتنا لو انت حابة تحشيها هتسياحي شوكولاتة وهتديبي اللي هو الامع اللي هي البلبلة بفيعة وحنبتدي هتبتدي تحشي بيها من الداخل زي ما بتحشي الدونالتس بالزبط. وقادي وصفتنا من الداخل لو نلاحظ طبعا لو انتم لاحظين التوريق بين فيها جدا والوصفة مش عايزة اقول لكم خفيفة قد ايه وحتعجبكم جدا لما جربوها بالطريقة دي. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة ويا ريت اللي تعجبوا الفيديو ما ينساش يدعمنا بالشير مع الاصدقاء باذن الله الوصفة هتعجبكم جدا لما اتجربوها. واستنونا باذن الله مع وصفات جديدة على القناة وادمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله.